عاصفة من نوع آخر قد تضريب اقتصاد البحرين المثقل بالديون والمتأثر برياح الأزمات الآتية من الشرق من الحرب في أوكرانيا تحديدا فاقتصاد البحرين يواجه ارتفاعا مضطردا في معدل التضخم الذي بلغ 3.5% مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الإمدادات كما يواجه دينا عاما ثقيلا يمثل 130% من إجمالي الناتج المحلي فيما تمثل خدمة الفوائد 30% من دخل الدولة ويرى مراقبون أن ضعف السياسات الاقتصادية أدى إلى إهدار الأموال العامة بدلا من إنفاقها على الخدمات الصحية والتعليم والإسكان وتعزيز القطاعات الانتاجية والنظر إلى أداء القطاعات غير النفطية ونمو نشاطها في العام المنصرم يظهر أن الخدمات والريوع أكثر نشاطا من القطاعات الانتاجية والمالية التي يعول عليها عادة لجعل الاقتصاد متينا وقادرا على تحمل صدمات الخارجية صدمات لم تكن قليلة في الأعوام الماضية بدأ من جائحة كورونا مرورا بتعطل سلاسل التوريد وارتفاع التضخم وصولا إلى تبعات المواجهة العسكرية في أوكرانيا وبرغم ذلك تحاول المؤسسات المالية الدولية التخفيف من قتامة الوضع الاجتماعي من خلال إصدار البيانات المطمئنة حيال مؤشرات الاقتصاد الكلي من دون أن توضح أن هذه المؤشرات لا تنعكس بضرورة على المستوى المعيشي للأسر أو نشاط الشركات واكتفى صندوق النقد الدولي بإصدار توقعات تفيد بأن النمو الاقتصادي سيتسارع إلى 3.4% حتى نهاية هذا العام فيما توقعت بكالات التصنيف الاعتماني استقرار التصنيف المستقبلي للبحرين في ظل الدعم المالي الكبير الذي تتلقاه من دول مجلس التعاون الخليجي دعم لم يكن مجانيا بل مشروطا باتساق السياسات الخارجية ولسيما ما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل بدريعة أن التطبيع يجذب الاستثمارات والودائع وينعش الاقتصاد فيما الواقع الاجتماعي يثبت عكس ذلك